موضوع حلو كتير ومشوق فيه شوية مش سيسبنس المفاجآت منعرفها بس راح ناخد معلومات أكتر عن الموضوع دكتور عماد مراد بدأنا بهالحديث حاولنا نبدأ بهالحديث من كم يوم ولكن نطلع في لايف راح ارجع عامل ملخص سريع كنا عام نحكي عن التزوير بالانتخابات اللبنانية خاصة بأول انتخابات صارت من بعد الاستقلال سنة 1947 كنا عام نحكي أولا صباح الخير يعطيك ألف عارفة حكينا كيف بأيام رئيس بشارة الخورة صار فيه نوع التزوير طيب الحكم مع بلد الخورة والدستوريين للأسف كانت أول انتخابات بدون ما نعطي صورة إيجابية عن اللبنان المستقل قدام العالم كله أعطينا صورة سلبية يلي هي تزوير فاضح مش أنه شوية تلاعب تزوير فاضح وكبير قدام اللبنانية وقدام الموالات والمعارضة والعالم العربي والأوروبيين أنه لايكوا اللبنانيين ما بيعرفوا يستقلوا ما بيعرفوا يعملوا انتخابات تغيرت السندي أسامة ما نزلت الموظفين كانوا مولين للعهد مولين للرئيس ولاحشت الرئيس وخيوا للرئيس اللي إلنا بسموه سليم السلطان سليم وحتى أنه اجت النتيج للانتخابات 47 نائب من أصل 55 لصالح بشارة الخورة وهو بشارة الخورة بحد ذاته بيقلك مش أنا اللي زورت لأنه هو رجل الاستقلال الأول وهو مثل إذا بدك آيكونة الاستقلال اللبناني واللي هو وقف بوجه الفرنسوية نجي نتهمه بهذا الاتهام المباشر هو بصريح العبارة قال المؤيدين لقلي المتحمسين لقلي هن اللي زوروا نعم كان في تزوير ولكن التزوير مش أنا عملته هن من جماعته وكان الهدف من هذا التزوير هو التمديد لقليه ست سنين تانين يعني كان أول رئيس جمهورية من سنة 53 إلى 59 كان عم يتمدد لإله يعني بطريقة ضرب للديمقراطية من أول انطلال من أول مشوار استقلال وديمقراطية صح خاصة أنه بوقتها يعني كان فيه حكينا الفرنسوي يلي كانوا طلعوا من لبنان ولكن كان فيه الإنجليز يلي كان عندهم كمان رؤية معينة بركلة المنطقة ومين بدوا يديرها وكيف بدوا يديرها صح هو الاستعمار نتيجة الاستعمار الصراع الفرنسوي بيّن هون ولكن بنفس الوقت كان هذا الصراع أن المعارضة نتيجة السبعة واربعين هل يجب العالم تعرفها أنه دائماً أوقات النتائج لو استفادوا الناس منها مباشرة يعني بشارة الخورة الرئيس بشارة الخورة استفاد مباشرة بالتمديد سنة التسعة واربعين ولكن سنة اتنان وخمسين بسبب حقن الشارع أو إذا بدك المعارضة قوية سقطتوا بالشارع وكان أول رئيس بيسقطوا بالشارع يعني تصور نتائج الانتخابات يعني ما قدر يعيد العملية المدى تلت سنين اللي قاله بنصها هو مدى تسعة واربعين باثنان وخمسين سقط بالشارع على يد المعارضة وهيدي أثرت بالموارن كتير حتى إذا بدك أعمل لها لينك البطراكس فار على الرغم من عداوته للسوريين ما قبل أن الرئيس أميل لحوض يسقط بالشارع أنه هذا رئيس ماروني إن كنا من قيده أولاء هيدا التجربة كانت سيئة جديدة كتير كبيرة وجديدة بالحياة السياسية اللبنانية أنه سقط أول رئيس ماروني في رمزية منة جيدة للوجود المسيحي طيب شو صار بعدين يعني على العهد الرئيس كاميل شامعون هلأ المعارضة قويت كتير هون يعني مثل كأنه هو أعطاها كريديب شارع الخير للمعارضة القوة الشعبية كلها صارت مع المعارضة يعني حزب الكتائب بيار جميل الكتلة الوطنية بيار إد وريمو إد الأحرار كاميل شامعون مع أنه كان وزير ورفض التزوير وأخذ كتير قلت مرة الماضية أخذ كتير أصوات ورفض التزوير كمال جنبلاط كمان أخذ أصوات ورفض تزويرها وكله صاروا بالمعارضة لك ملا شخصيات إلى وزنها صارت كلها بالمعارضة قدت إلى أنه سقطت الحكم واستلم كاميل شامعون بموافقة الجميع الحكم هون الأمريكان فاتوا على الخط كنت عم قل لك راحوا الفرنسوية والإنجليز أجوا الأمريكان مع كاميل شامعون مع أنه كتار بفكروا أن مؤيد للسياسة الإنجليزية هو مؤيد ومقرب مع أنه عنده الحكمة وعنده النظرة استراتيجية كاميل شامعون مش شخص عادي بس عارف أنه الأمريكان قدى قوتهم على الساحة الدولية كان مقرب من الأمريكان عمل انتخابات مبكرة مع أنه عملنا انتخابات سنة 51 وخمسين عمل سنة 53 ضغر انتخابات كانت جيدة تحطت شوية على المعارضين لقاله لأنه كامال جنبلاط كان مؤيد لقاله انقلب وعنده تعرف انقلب هذي الناس اللي بيعرفوها كتير قلال بأحد المهرجانات بالمختارة طلع كاميل شامعون مولاد الشوف كامال جنبلاط شخصية المرموقة وكميل شامعون شخصية مرموقة أيضا اثنانتهم من الشوف واثنانتهم اذا بدك تقول كياضيين ليدر بيقدروا يحكموا بلد ولكن رأسين البلد برأسين ما بيمشي بأحد المهرجانات كان أمير السعود بن عبد العزيز بالمختارة بوجود كاميل شامعون بيختم كلمته كامال جنبلاط القائد العظيم كامال جنبلاط بيختم به إذا أردنا نحن أن نقول كن فكانا يعني نحن منجيب رئيس ونحن منعزله كن فكانا وإذا أردنا أن نقول زل فزالة يعني عم بيقله لكاميل شامعون يلي هو عنده وعم يستقبله أمير سعودة عم بيقله نحن منجيب رئيس ونحن مننزله ونحن جبناك يا كاميل شامعون ونحن مننزلك هون بدأت العداوة التحالف انفك وين بيّنت العداوة بانتخابات سبعة وخمسين يلي حط قانون جديد بشكل أنه حلفاء كاميل شامعون يربحوا ومعارضين كاميل شامعون يخسروا وهون هيك صار انتخابات السبعة وخمسين خسروا كل المعارضين كاميل شامعون كانت إذا بدك صدمة عالمية وعربية ولبنانية لأن المعارضين كانوا من المسلمين يعني انتخابات السبعة وخمسين ما بيكفي أنه خسرت المعارضة كاميل جمبراط صبري حمادي عبدالله اليافي أحمد الأسعد بالجنوب سقط المعارضين وربحوا الموالين وبلش يمهد بهالانتخابات لحرب أهلية سنة ثمانة وخمسين انتخابات السبعة واربعين تزويرها قدت لسقوط الرئيس بشارة الخوري بالشارع انتخابات السبعة وخمسين التلاعب بالدوائر قدت إلى حرب طائفية في الناس بيقولوا فتنة في الناس بيقولوا أزمة هي حرب طائفية بين المسيحيين والمسلمين سنة ثمانة وخمسين وكمانا يعني عم نسمع أشياء تلاعب بالأنون أو تغيير أنون يعني كمانا كنت هالوسائل كانت موجودة موجودة هلأ الفرق بين السبعة وعبعين وسبعة وخمسين ما زالت سألتني هونيك تزوير هون تلاعب يعني إذا بدك احتيال بالأنون كميل شامعون كان ينوي التمديد لا لأن المعارضين لقالوا بيقولوا عم يعمل مثل بشرة خورة ياخد أكترية يمدد والموالين أو المؤيدين لكميل شامعون عم بيقولوا نحنا ما بدنا نمدد ولكن بدنا نخلي كميل شامعون لآخر دقيقة بالحكم فقط يعني نحنا عم نحترم الدستور ما بدنا نمدد ولكن كان الصراع هون بلبنان بدأ سوفياتي أمريكان تصور هالبلد الصغير الناشئ جديد عم يتصارعوا الأمريكان والسوفيات على أرضه يعني عبد الناصر اتحد مع سوريا وعملوا الجمهورية العربية مقابل كميل شامعون بهالبلد الصغير بقيدوا ريمو قدي وبيير جميل يعني صارعنا إذا بدك تحالف مسيحي ضد تحالف إسلامي وتبين سنة 58 بالحرب الطائفية متى كانت الانتخابات مثالية بلبنان يعني من بعد هالفتنة فإذا مثل ما قلنا وإجاء مثل لغالب ولا مغلوب فؤاد الشاب اللي وقف فؤاد الشاب قائد الجيش وهو كمان رجل حكيم تصور لك مالا شخصيات عم بحكي فيها كل متزنة استلم السلطة بموافقة جمال عبد الناصر والأمريكان والسوفيات واللبنانية أنه لغالب ولا مغلوب بيأتي قائد الجيش هاي دي سنة 58 بعد فتنة 58 أو حرب 58 سنة الستين بحل مجلس النواب هو وبيقول بدنا حكومة محايدة نلاحظ لهلأ بعدنا ما عم نعرف نعمل حكومة محايدة تدير الانتخابات فؤاد الشاب سابقنا عليها بدنا تكون حكومة الوزراء فيها مش مرشحين لك أكيد الوزير إذا كان بالسلطة أو الرئيس أو رئيس الوزراء أو رئيس مجلس النواب كل اللي بالسلطة أكثر شيء الوزراء الفعالين إذا كانوا بالسلطة بدوا يجيروا كل أصوات السلطة وإداراتهم بالسلطة وسلطتهم لا يجيبوا أصوات الرئيس أو اللواء فؤاد الشاب منعها شيء عمل وزارة برئاسة أحمد الدعو بس لدير الانتخابات وكانت بسموه قانون الستين أقضية معتدلة تقريبا كانت ميثالية شفافة ونجحوا فيها كل الأقطاب الرئيسية وصار أنها حكم نوعا ما متزم باللبنان ديمقراطي وصلوا كل القيادات ربحية اللي عندها تمثيل مضبوط ربح بس وقت مرة وصلنا على سيستام أكترية يعني الحزبة مثل ببعض البلدان يعني بعدنا على الفئة المجتمع أو لا تنسى مضبوط لا تنسى نحن نظام طائفة نظام طائفة يعني هون حتى فؤاد الشاب على الرغم من حكمته والقانون المثالي اللي وقتها كان مثالي بيسموه قانون الستين القضاء والأكترية ووقتها بلشت كمان سير إلى المرأة اللي حق تنتخب بالإلزامية الانتخاب مع كامل شامعون إلزامية يعني مشبورة نزل تنتخب وكمان حد أدنى من الأصوات اللي يجب يكون فيه حتى نبين أنه الانتخابات فيها ديمقراطية هون فؤاد الشاب ثبت أنه نعم الديمقراطية لازم تكون موجودة ولكن سنة الاربع وستين بعدها باربع سنين بعهد فؤاد الشاب يسمون نهج خرق الديمقراطية تبع الاربع وستين حطق له فؤاد الشاب أو جماعة فؤاد الشاب إذا بدك لأن الضباط الكبار من استلمين الاستخبارات ويسموها كان المكتب الثاني قالوا بدنا نبقى بالسلطة مبسوطين العسكر أكيد يحب يحكم بكل دول العالم العسكر له السلطة خاصة بالعالم الثالث هن دخلوا بالأربع وستين وسموا أنه لازم نهج يربح على أساس بلك فؤاد الشاب يجدد ونبقى نحن بالسلطة لما بتحضر تقارير بالنشرات الأخبار بتشوف ناس بيقولوا لك الانتخابات اللي صارت من كم يوم نحن مرشحين بالديرة اللي نحن منصوت فيها حتى ما طلع لنا صوت لا أعرف مظبوط مش مظبوط إلى أي بس الشكوك اللي بتطلع حول شفافية الانتخابات يعني لما بتشوف التاريخ طبعا بتقول أوكي تاريخنا منه مشرف شو تقييمك على الانتخابات اللي صارت أسبوع الماضي هلأ على الرغم أنه الانتخابات هي مصر لكم يوم يعني التقييم بعده مبكر شوية صغيرة رح نطلق من كذا فكرة أول شي التقارير الدولية والأوروبية جيدة على الانتخابات فيها تقول أنه دايما نعم تقول جيدة أو جيدة جدا ما بتقول ممتازة نعم نحن من هالمنطلق عم نقول أنه جيدة نسمع نشارات الأخبار أو الخاسرين بيقولوا أنه فيه فضايح بهالانتخابات ولكن بدأ ننطر المجلس الدستوري وبدأ ننطر الطعون من هالمنطلق بندر نبلش نقرر هلأ أكيد أنه الناس الخسرانة بدأ نشوف طعون تبعها إذا ملموسة نعم مثلا عم نسمع أنه تبديل بسندي عم نسمع أنه فيه أصوات أنا عم بيقول لك أنا مرشح انتخبت حالي أهلي انتخبوني ببيروت الثاني بدائرة بيروت الثاني وطلع السندوق سفر يعني هذا فيه تغيير بالسندوق ولكن ما بنقدر نحن نحكم إلا إذا تبين بالطعون أنه في دراسة مضبوطة للمجلس الدستوري وأكيد الصراع بين الموالات والمعارضة ما تجلى كتير بهذه الانتخابات هذا الشيء مؤسف ما عنا سقافة المعارضة والموالات بعد يعني كلنا نكون بالحكم غلط لازم يكون فيه معارضة وموالات مش نهايك لو فيه معارضة قوية بالانتخابات كانت بيانت لنا أكتر مدى فضاحة التزوير بس بما أنه ما فيه معارضة كتير قوية الكل ريكدين هلأ يفوتوا على الحكومة يعني بما معنى أنه كل نجحنا الكل بدنا نكون بحكومة اتحاد وطني يعني المعارضة ما رح تقدر تبين إذا كان في تزوير أو لا والشيء من التعلم كمان من دراسة ومتبعة التاريخ أنه كل مرة كان فيه عملية تزوير أو هذا على الانتخابات دفعنا تمن مع الوقت دفعنا تمن أجزامل صغير بس انتخابات 92 المسيحيين ما شاركوا قدت إلى مبعد إلى الحقد على الحكم السوري أو الاحتلال السوري واللي صار سنة 2005 كان نتيجة كله انتخابات 92 و96 دكتور عماد مراد مرسي على هذه الحلقة ونكمل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر